أهلا وسلم بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة واستثنائية برنامجكم حاج عراقي لحظات مهمة جدا يشهدها العراق حاليا وينتظر النتائج اللي حتعلم من قبل المفوضية العليا للانتخابات لحظات مصيرية مثل ما قلت الناس تترقب هذا النتائج وخليني نستبق الأحداث ونتوقع السيناريوهات اللي ممكن تحدث بالفترة المقبلة وحتى نتكلم في هذا الموضوع أكثر ويانا بالستوديو الباحث في الشأن السياسي الدكتور نبيل عزاوي أنا وسلم الدكتور تفضل شون صحتك؟ الله يخليك مرحبا دكتور شلونك؟ شونك سلم مصطفى الله يخليه الله يسلمك دكتور مرحلة مهمة حاليا دا يترقبون الجماهير على النتائج بالبداية شفت العملية الانتخابية وانسيابيتها؟ أولا بتقديري الشخصي هي عملية جرائية تأسيسية لبناء مستقبل عراق جاءت وفق متغيرات كثيرة شارع انتفاض ما عدنا بالدستور حسب ما تدري دكتور مصطفى يعني انتخابات مبكرة ولكن احنا انتخابات عادية بالتالي هذه الانتخابات حتى المرجعية أشرت عليها يجب أن تكون هناك رؤية صحيحية لمسارات كانت خاطئة واقع غاطس بالأخطاء كثير من المثالب سجلناها بالتالي أنا أعتقد أنه النسبة حسب ما وصلتنا لحد الآن هي 44% نسبة مقبولة نوعا ما نحن ننتظر قبل دقائق أعلان النتائج الأولية نعم ولكن صار أكو تأخير أو عزوه لأنه مشكلة صار بالسيستيم هذا ما يخلي صار أكو شك عند المواطن نعم حصلت مشاكل كثيرة ولكن المشاكل هذه التي حصلت من البداية يعني أنا أتذكر في إحدى المحافظات من الساعة السبعة ونصف توقف جهاز وهذا يعني يعطي مؤشرات بأنه ليست كل الأجهزة عندما سألنا يعني المفوضية على اللسان جمال الغلاي قالت بالحرف الواحد هي ليست في المشكلة في الأجهزة وإنما القائمين لم يتدربوا بالشكل الكامل وهذه كذلك تؤشر على المفوضة لماذا لم تدرب هذه الملاكات على هذه الأجهزة بالتالي أنا أعتقد أن هناك حتى المفوضة اليوم برئيس المفوضة لم يتكلم كثيرا في المؤتمر قال سنرسلها وهناك مشاكل كثيرة حسب ما وصلنا لك ضغط يعني تتصور على المفوضية يا دكتور أنا ما أعتقد يعني في كل شيء يعني يخضع للضغوط في العراق ولكن أنا أعتقد هذه المفوضية جاءت ضمن استحقاق تشريني والقضاء كلهم نزيهين والكثير لم تسجل عليهم أي أخطاء بالتالي علينا أن ننتظر خلال الساعات المقبلة والأيام وأن نرى ما هي مخرجات هذه العملية السياسية مزين يعني اليوم شنو إذا أريد نقارن هذه الانتخابات بسابقتها في 2018 الناس يقولون أنك تحسن ملحوظ شون لمست حضرتك؟ يعني التغيرات اللي صارت يمكن هاي أول مرة تجرى أفوان الانتخابات وفق لا توجد يعني هناك مناغصات مثلا حواجز كونكريتية قطع للشوارع نتكلم عن كل حضر تجوال حضر تجوال كنا تتذكر كان إرهاب يطنب بالأرض وسيارات مفخخة اليوم هذا الوضع الحمد لله وشكر في بحبوحة من الأمن وهذا تسجل على القوات الأمنية كذلك لأول مرة نتكلم عن 24 ساعة تعلن تتذكر كان صح ننتظر أشهر صح وبالتالي تتميع القضية ومن حسب قيمتها يعني الحملة الانتخابية إذا ما تثمر يعني فورا تشعر بالسعادة أنت يعني أنت رح ترشحت بالتالي تريد شوف منه اللي إجه بالتالي هيتسجل لأول مرة هكذا ولكن هناك متغيرات كثيرة في هذه العملية خلي طب التفاصيل آنياك ونتعمق بهذا الموضوع الخبر الجيد أيضاً أكو كتل شبابية حجزة مقاعدها ناصرية أكو الدكتور على ركابة حسب ما أعتقد من امتداد امتداد محصنين أيضاً يعني أصوات جيدة نعم نعطينا تفاصيل هذا الموضوع يعني أنا أعتقد فوسيفساء البرلمان المقبل يختلف تماماً هذا يعني مجساتي ورأيي الشخصي ستأتي قوى جديدة يعني منتشرين لأننا نتكلم عن أكثر من خمسمائة مشارك في هذه المنتو خبرهم يعني غير متحذبين من هؤلاء سيأتي أنا أعتقد يعني لا يستهان بأعدادهم هؤلاء بتقديري الشخص يجب وهي نصيحة لهم أن يؤسسوا لنواة معارضة دائماً أنا أشكل على كل البرلمانات السابقة لم تكن هناك لم يكن عفواً جسماً معارضاً للعملية أنت شون تقوم العملية؟ غير أكد معارضة قبال المسؤولية مسائلة نحن طيلة البرلمانات السابقة تذكر دكتور ما كانت هناك معارضة حقيقية أنت تقوم أي عمل بمعارضة أنا أعتقد هؤلاء الذي يجب أن يؤسسوا حتى وليكونوا حتى لتكن عشر مقعد عشرين مقعد أن يؤسسوا لمعارضة حقيقية أن يقفوا بوجه القوى التي هي التي ستشكل الحكومة رئاسة وزراء رئاسة جمهورية ورئاسة برلمان وأن يقفوا في المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تحاك في البرلمان المقبل الأول طبعا وحصريا أيضا وردنا خبر أنه قائمة تمدد أعتقد دخلت أصغر مرشحة في تاريخ العراق وهذه أول مرة أول مرة موارد 1992 أكيد يعني اتمنى لها التوفيق مبروك نبارك لها من خلال الشهر يعني دعشوف شبابه هواي داخلين بهذه الانتخابات وهي شيء مفرح خلينا نتوقع بعض السيناريو برأيك شن الأقرب التحالفات اللي يمكن أن تصير بعد النتائج الانتخابات دكتور هي شوف أكو تحالفات ثابتة يعني مثل التحالف الكردساني تحول إلى تدري البارتي واليكاتيل صح هؤلاء اسماءهم ودخلوا طبعا اليوم حسب مواصلني أنه الجيل الجديد بالسليمانية قفز حلو على الاتحاد وهذه تسجل للشباب ولأور مرة تعرف أنت جيل الجديد كلهم شباب صح وهذه تسجل للشباب في هذه الدورة الانتخابية هناك وجوه كثيرة إذن تحالفات الكلاسيكية القديمة هي موجودة طبعا بالتالي موجودة ولكن المتغير الجديد في هذه الفئة الشبابية أنا أعتقد ستعطي بصمة جديدة في التحالفات الجديدة ولكن دعني أنا أشير بأنه سقور الأحزاب موجودة يعني إحنا ما نقدر نسوي يعني مسح كامل أو إزاحة لا ما ممكن وإنما نتمنى التأسيس الصحيح بالمرحلة المقبلة أكثر ما نحتاج إلى التأسيس ويعني يعني تسيير العملية الخاطئة إلى عملية ناجحة كيف يكون هذا يكون من خلال التكاتف داخل البرلمان من خلال هذه القوى الفتية الذي أؤمن بمنهجها وأنا أدعو لأن يوفقها الله في المرحلة المقبلة زين حتى المرة سنتخب هذا يترقب النتائج ليش مهي هذه الفئة المترددة والمشاركة المقاطعة دائما يعني هي يعني نحتاج هي مناظير مناظير تصحيحية لدى هاي الفئتان هي مناظير تراقب ما الذي سيحدث وهي صحيح مشاركة صحيح ولكن يعني تراقب هي من حقها وهي يعني نزلت للشارع وأعطت دماء وأعطت تضحيات ولكن مؤمنة بأن العملية للسوفة لن تأتي بأكلها وهذا رأي مشروع لديها شرح ولكن إحنا دائما نقول التصحيح يأتي حتى نقوم هذه الصورة طبعا أنا أقدر ننتظر يعني تقريبا خلال هذه الساعات القريبة راح يتم إعلان النتائج الأولية خلينا نشوف شرحت بين الأيام وكيد اللقاءات أخرى إن شاء الله خير دكتور نبيل عزاوي أنا جدا ساعد بحضورك وشكرا لوقتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا عزام شاهدين أكيد نترقب اللحظات والدقائق المقبلة إعلان النتائج الأولية هذه الانتخابات وأكو فيديو قديم صورناه فيه ساحات التظاهر في وقت سابق كلمنا حول إهداف المظاهرات اللي صارت وقلنا صعب جدا نقدر نواجه الأحزاب اللي صار لها 18 سنة بالعراق موجودة وعدها مال وعدها قوة سياسية وإيضا حتى عدها سلاحة يعني نقدر نقول هذا الموضوع ولكنه كان الهدف أنه نقدر ندخل البرلمان بشباب ووجوه جديدة وتكون هي النواة الأساسية مثل ما ذكر دكتور نبيل للمرحلة المقبلة اللي تليها إن شاء الله يا ربي يحصل كل ما يليق بالعراقيين والعراق أعزائي المشاهدين أصدقائكم من نهاية حلقتنا هذا اليوم انتظروني بالحلقات القادمة تيمو ألا